ونتحب بحراتكم إلى آخر أخبار الكرة والملعب مرة أخرى ورجاء رمزي رجاء إليكم شكرا ليلى شكرا محمد مشاهديننا أخبار الكرة والملعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية تقدم نادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة خلال شوط الأول من عمر مباراة القمة المؤجلة سجل أهداف نادي الأهلي حسين الشحات هدفين علي معلول هدف جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب نادي الأهلي سجل شحات هدف النادي الأهلي الأول في تسديدنا ومن تسديدنا قوية في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ثم سجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة السادسة والثلاثين كما سجل هدف الأهلي الثالث علي معلول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من أضاع لشوط الأول المتابعة ردود الفعل حول مباراة القمة الآن نفتح نافذة مع مرسلين محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة وأيضا أحمد الحسين من مركز شباب التجمع الأهلي الأول أهلا بكم نبدأ معك محمود يعني هي أجواء حماسية من المستطيل الأخضر هل انتقلت إلى الجماهير المتابعين لديك؟ نعم رجائي يعني بعد التحية الأجواء هنا جميلة جدا خاصة في هذا الطقس الجميل في مدينة العالمين الجديدة والأجواء هنا يعني تجمع ما بين الحماسة والفرحة أولا الحماس بمشاهدة هذه المباراة مباراة القمة المائة وستة وعشرين التي تجمع ما بين النادي الأهلي والزمالك وأيضا يعني حماس من قبل المشجعين الذين توافدوا على هذه المدرجات وهنا نتحدث عن استاد آخر يعني في مدينة العالمين بهذه المدرجات التي أقيمت ضمن فعاليات بالطبع مهرجان العالمين الجديدة لكن جهزت أيضا هذه المدرجات للجماهير لمتابعة هذه المباراة وكان هناك بالطبع يعني أجواء من الفرحة أولا الفرحة العامة بوجود هذا المكان المجهز خصيصا لمتابعة هذه المباراة والفعاليات الرياضية الأخرى فهناك يعني تجمع للأسر والشباب أيضا في متابعة هذه المباراة وما بين جمهور الأهلي والزمالك هذا المكان الذي يقع أيضا ما بين أبراج العالمين وشاطئ البحر المتوسط فهي أجواء جميلة لمتابعة مباراة القمة لكن الفرحة أيضا يعني الفرحة ممتزجة بمظاهر متعددة لجماهير النادي الأهلي خاصة بعد يعني إحراز النادي الأهلي ثلاثة أهداف من قبل هدفين لحسين الشحات ثم هدف لعالي معلول وبالطبع يعني تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري لهذا العام فبالتالي هناك يعني فرحة كبيرة لجماهير النادي الأهلي مع ترقب بالطبع جماهير نادي الزمالك والاستمرار في متابعة هذه المباراة ربما يحدث أي جديد خاصة أن يعني هناك فرص كثيرة لدى الفريقين في هذه المباراة ربما في يعني هذا التوقيت تحديدا هناك عدد كبير من الفرص لدى الفريقين فبالتالي هناك متابعة كبيرة من قبل الجماهير هنا في هذه المنطقة على شاطئ البحر المتواصل في مدينة العالمين الجديدة في مدينة العالمين والحياة يعني الجماهير هنا في حالة فرحة تامة لما يتم في مدينة العالمين ويستمتعون بأجواء الطقس وبأجواء أيضا الإنارة الموجودة في هذا المكان وبالتجمع الموجود وإتاحة الفرصة أن يتابعوا مثل هذه المباراة في مكان عام يعني به أجواء من الفرحة وأجواء من الحماس والتمتع بكل المظاهر الموجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة فبالتالي تستمر هذه المتابعة والترقب من قبل الجماهير وإذا كانت هناك جماهير في استاد القاهرة أو في كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فهنا أيضا تواجدت الجماهير بقوة في مدينة العالمين الجديدة التي تستقبل الجماهير هنا أيضا وفي الكافهات وأيضا الأماكن الأخرى في مدينة العالمين الجديدة فبالتالي هو يوم مزيج من المتابعة القوية لمباراة القمة نعم هو تتشين أو اهتتاح ولا أروع لمهرجان العالمين الجديدة مهرجان ثقافي مهرجان رياضي مهرجان فني أحمد الحسيني من التجمع الأول يعني كما تبعنا زمننا محمود في العالمين الجديدة ينقل الأجواء الحماسية هناك في متابعة لمباراة القمة وقد ابتدى الشوط الثاني الأجواء لديك أحمد الحسين نعم رجائة حيالك ولزميل محمود جميل من العالمين نحن هنا في القاهرة الجديدة أحد مراكز الشباب هناك مزيد من الأجواء الحماسية والمثيرة لهذه المباراة الـ 26 بعد المئة التي تجمع قدبي القرى المصرية فريقي الزمالك والأهلي هذه الأجواء التي بدأت وانطلقت مع الشوط الأول في الثامنة والنصف وبالهدف المبكر الذي أحرزه حسين الشحات في الدقيقة الثانية ثم الهدف الثاني له أيضا في الدقيقة السادسة والثلاثين والهدف الثالث لعلي محلول إذا نظرنا سريعا لهذه الأجواء نجد أن المباراة المثيرة التي بدأت في الثامنة والنصف اشتعلت أجواؤها منذ الدقيقة الأولى وكان هناك العديد من الرقلات والفرص الضائعة من فريق الزمالك وكذلك من فريق الأهلي استطاع محمد صبحي حارس مربى منادي الزمالك أن يقوم بصد العديد من الكرات التي كانت من الممكن أن تدخل في شباك الزمالك بالإضافة إلى الأهداف الثلاثة التي أحرزها الأهلي وأيضا محمد الشناوي كان متقلقا كثيرا في هذه المباراة التي أيضا يعتبر هو بطل هذه المباراة لأنه أيضا تمكن من صد العديد من المباراة إذا نظرنا إلى هذه المباراة القمة السادسة والعشرين بعد المائة نجد أن المادة الأحمر حقق 48 فوز وسجل 156 هدف بجانب أربع أهداف اعتبارية وحقق أيضا الفارس الأبيض 27 فوز وسجل 110 أهداف فيما انتهى 50 لقاء ما بين الأهلي والزمالك بالتعادل ما بين الفريقين وبالتالي نجد أن هذه المباراة مباراة قوية جدا نحن الآن في الشوت الثاني لننتظر ماذا سيفعل فريق الأبيض أو نادي الزمالك أمام هذه الهزيمة حتى الآن ثلاثة أحداث نظيفة لفريق الأهلي في هذه المباراة المؤجلة من الدورة الحاجة والثلاثين من الدورة الممتازة نحن نتمنها يا أحمد قمة في كل شيء قمة في الروح الرياضية قمة في الأداء وأيضا قمة في الأهداف شكرك شكرا جزيلا محمود جميل كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة أيضا أحمد الحسين شكرك شكرا جزيلا من التجمع الأول أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالعاصمة الإيفوارية أبي ديجان مراسم قرعة تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوركينفاسو، غينيا، بيساو، وسيراليون وأيضا إثيوبيا وجيبوتي يقع المنتخب الوطني في تصنيف الأول بالتصفيات بجانب المغرب والسنغال وتونس والجزائر وأيضا نيجيريا والكاميرون ومالي وكوديفوار نهاية هذه الوقفة الرياضية عودة مجددا لليلة ومحمد فالك شكرا لك أرجو